المحلي والمعاصرة سؤال المفهوم والمرجع في الفن العربي المعاصر عنوان ندوة دولية ينظمها المعهد العالي للفنون والحرف بجابس احتفالا بمرور عشرين سنة على تأسيس المعهد ندوة دولية معناها علمية تندرج في إطار الاحتفال بعشرينية المعهد العالي للفنون والحرف بجابس منذ يوم أمس افتتحنا العشرينية هذه الأولى لهذا المعهد الذي مرت عليه أجيال كبيرة جدا ونجاحات والسمرارية كبيرة اليوم الملتقى يندرج في هذا الإطار ويندرج في إطار مواصلة الاشتغال على هذه المحاور الحقيقة كانت محاضرتي حول الحرف كيف يمكن أن يدخل الحرف العربي على وجه التحديد في مقام التأويل هل الحرف هو مجرد رسم فني أم أن لهذا الحرف معاني ودلالات الغرض من المحاضرة بتاعتي أن أعيز أقول أن الفكر العدمي اللي هو لا شيء لا شيء في الأخلاق لا شيء في السلوك لا شيء في الحياة لا وجود للدين لا وجود للقيم الأخلاقية إذا انعكس هذا الفكر على الطبيعة الاجتماعية والدينية في أي مجتمع بالتالي سيحدث انقلاب لكل قيمة جمالية أساتذة وباحثون من عدة بلدان سواء بالحضور أو عن طريق التواصل عن بعد قدموا عديد المحاضرات التي شدت انتباه الطلبة الحرف هو أشمل من أن يكون مجرد كتابة يعني في عدة تأويل مثلا كلمة كن هي تأخذ عدة مسارات عدة اتجاهات يمكن تأويلها في عدة مجالات لا يمكن حصر الحروف في مجرد أنها تعبيرة عن شيء ما كانت أثق كبيرة ما نعرفوهاش وحبوا يعطونا حاجات جديدة بس نحاول ونخدموها تعتبر الاحتفالية فرصة للطلبة الباحثين للقاء أساتذة من دول أجنبية لطرح عديد الأسئلة والاستفادة من التجارب